لا تزال الدول والمنظمات ومعها الهيئات الأممية تواصل سن عقوبات على موسكو بسبب نزاعها العسكري مع كييف هيئة السياحة التابعة للأمم المتحدة علقت عضوية روسيا فيها وقال متحدث باسم منظمة السياحة العالمية ومقرها في مدريد إن معظم الدول الأعضاء في المنظمة والتي بلغ عددها 159 دولة أيدت هذه الخطوة التي اتخذت خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية وتوقعت روسيا تعليق عضويتها وأعلنت في بداية الاجتماع انسحابها من المنظمة وغادر ممثلها قبل التصويت وفق أحد الحضور وزارة الخارجية الروسية ردت بالقول إن دوافع سياسية تقف خلف هذا القرار منظمة السياحة العالمية التي تقدم الدعم الفني للترويج للسياحة حذرت من أن النزاع في أوكرانيا سيعيق التعافي غير المتكافئ لقطاع السياحة العالمي من تأثير جائحة كوفيد-19 ترجمة نانسي قنقر